الرئيس الأمريكي أعلنها بوضوح جهود الحكومة وحدها لتكفي لتحقيق الأمن السيبراني ومواجهة الجرائم الإلكترونية المتنامية وطلب من القطاع الخاص أن يطور من دفاعاته في وجه الجرائم الإلكترونية نحن بحاجة إلى عدد أكبر من المتخصصين في الأمن السيبراني لدى القطاع الخاص وأن يكون هناك تبادل للمعلومات لأجل توفير الحماية الهجوم الإلكتروني الذي استهدف خط أنابيب كولونيال لتوزيع الوقود شرقي الولايات المتحدة وشركة جي بيس لمعالجة اللحوب وخطوط للنقل البحري في ولاية ماساشست كان تحذيرا قويا من أن قراصنة الإنترنت أصبحوا يتمتعون بقدرة كبيرة على اختراق الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات الكبرى كما أنهم يطالبون بفدية مقابلة إنهاء احتجاز الأنظمة وعدم تسريب بيانات هذه الشركات أو محوها من الضروري أن يكون هناك حوار وتعاون بين السلطات والهيئات المحلية والولائية والفيدرالية وأعلم أن هذا بصدد التحقيق الآن نحن كبلد يجب علينا الاهتمام أكثر بمسألة الأمن السيبراني لأنها مسألة أمن قومي وأمام هذا التهديد صدرت سلطات الأمن الأمريكي توجيهات إلى جميع مؤسسات القطاع الخاص تطالبها فيها بضرورة مراجعة نظم أمنها المعلومة مع امتلاك القدرة الذاتية على التعافي بأسرع وقت ممكن في حال التعرض لهجوم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قال إنه بصدد التحقيق في نحو 100 اعتداء سيبراني بغرض الحصول على فدية وهو رقم لم يكن من الممكن تخيله في أوقات سابقة علينا القيام بالمزيد للوقوف في واجه الاعتداءات السيبرانية روسيا، الصين وإيران تسمح لهؤلاء القراصنة بأن ينشطوا بحرية وربما نحن لسنا متأكدين بعد ربما هناك تنصيق بينهما خصوصاً روسيا وتقول مجلة سايبر ماجازين المتخصص في الأمن المعلوماتي إنه من المتوقع أن يتزايد معدل الجريمة الإلكترونية بـ 15% سنوياً تحضيرات البيت الأبيض الأمريكي من اعتداءات سيبرانية مكثفة قادمة تأتي في وقت وسعت فيه الشركات الأمريكية من أسلوب العمل والتوظيف عن بعد بسبب جائحة كورونا التي يبدو أنها جاءت في وقت لم تؤمن فيه الكثير من الشركات الأمريكية من قاعدة بياناتها خالد طويل الحرة، واشنطن